وحدة من أهم موظيف العقل البشري اللي ربنا كرم به البني آدم واللي أكد عليها القرآن الكريم هو إثارة الأسئلة زي ما قلنا قبل الفاصل لأن زي ما درسنا وزي ما قال لنا أسدتنا في دراسة الفلسفة إن السؤال الصحيح أو السؤال الزكي بيساوي نصف المعرفة وفي السنوات اللي فاتت بدأ عدد كبير من الشباب في العالم العربي يطرح تساؤلات مهمة حوالين الدين ووظفته في الحياة وأسئلة كتير زي إيه الحكم من وجودنا في الدنيا وإيه معيار صدق العقيدة الدينية وهل إحنا مؤمنين لمجرد إن إحنا تولدنا مؤمنين أو تولدنا مسلمين ولقينا نفسنا تبع لأهالينا في كل حاجة في الحياة حتى في الدين كلها أسئلة مهمة وأسئلة مختلفة وأسئلة خطيرة وطبعا الأسئلة دي مش أسئلة جديدة في السنوات اللي فاتت دي أسئلة وجودية كانت موجودة منذ بدء الخلق ويتعرض لها كل إنسان في رحلة حياته لكن في السنوات الأخيرة بدأت تظهر على السطح بشكل أوضح وأكبر وللأسف في أكتر الأحيان كان بيتم التعامل مع هذه الأسئلة من جانب بعض المتدينين بشكل فيه إرهاب بشكل فيه تخويف كأن السؤال عيب سواء كان داخل الأسرة من الوالدين أو من الأسدزة في البدارس أو حتى للأسف من بعض الشيوخ ومن بعض رجال الدين كأن مجرد سؤال الإنسان في بعض أمور العقيدة أو الدين اللي تربى أغلبنا عليها من الصغر على إنها من المسلمات حرام وعيب ولازم نكون فاهمين إن السؤال لما يظهر في النفس مش هينتهي إلا بإجابة منطقية واضحة وإلا والعياذ بالله هيحصل العكس وهي إن الشاب ممكن ينكر المسلمات الدينية لو ما توفرش ليه إجابات منطقية ترضي عقله وقلبه وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني يجب عليك شرعا تسأل وتستفسر لما يثار السؤال جواك لكن لو طنشت السؤال هتأثم وتقع في المعصية في عائم رياضيات كبير في جامعة كانسيس في أمريكا كان اسمه جيفري لانج الرجل ده كتب كتاب جميل ومشهور اسمه Even angels ask يعني حتى الملايكة تسأل واتكلم فيه عن قصة إسلامه عنوان الكتاب عنوان لطيف بيشير للآيات اللي بتتكلم عن سؤال الملايكة ربنا سبحانه وتعالى عن الحكمة من خلق سيدنا آدم لما قالوا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فشوفوا رغم إن الملايكة غير مخيرين رغم إن الملايكة مجبورين على الطاعة وعدم المعصية إلا إنهم كانوا بيسألوا فما بالك بالإنسان الضعيف الإنسان المخير ما بين الخير والشر اللي رحلة حياته كلها بالأساس عبارة عن رحلة للبحث عن المعنى عبارة عن رحلة للبحث عن الحق ومعنى الخير والجمال أهم حق من حقوق الإنسان يا جماعة أهم حق من حقوق الشاب إنه هو يبدأ يسأل إنه يعرف إجابات الأسئلة الكبرى في حياته من أين جئنا إلى أين نذهب وإيه هو الهدف من هذه الحياة إيه هو مراد ربنا سبحانه وتعالى مننا ولو الإنسان مفهمش هيتعب لأن أعظم ابتلاء ممكن يبتلى به البني آدم في حياته هو الحيرة وعدم الفهم هو غياب المعنى بتصبح معاه الحياة عذاب عظيم والعياذ بالله وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما نزل القرآن المكي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة كان أكتر حاجة بيدعو الناس لها هو التفكر هو السؤال هو الفهم هو إعمال العقل لأن أسهل طريقة للإيمان بالله والتحرر من الخرافة ومن الشرك والبعل عن الوثنية والكفر هو ببساطة تشغيل الدماغ هو كثرة السؤال ربنا بيقول في سورة الأنفال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ويقول لنا في سورة سيدنا محمد زي ما قلنا من شوية قبل الفاصل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لازم نفهم ونفكر ومن الكتب الجميلة برضو اللي اتكلمت في المعنى ده كتاب المرحوم الأستاذ عباس العقاد لما كتب كتاب التفكير فريضة إسلامية ده مش مبلغة فعلا التفكير يعتبر فريضة على كل مسلم استفدناها من قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله يعني ربنا لما بيخاطبنا ويقول لنا فاعلم أنه لا إله إلا الله علماء الإسلام بدأوا يبحثوا ويفكروا ايه معنى العلم ايه معنى الفعل الأمر فاعلم اللي وردت في الآية فيقولوا أن العلم لابد يكون فيه ثلاث شروط الشرط الأول أن يكون إدراك جازم يعني مفهوش تردد مفهوش شك ما ينفعش يكون احتمال بنسبة 70 أو 80% مثلا الشرط التالي أنه هو يكون مطابق للواقع يعني صحيح الشرط التالت أنه هذا الإدراك وهذا العلم يكون عن دليل يعني مش عن تقليد علشان كده بنقول أنه حكم التفكير حكم النظر والاستنباط في الشرع أنه زي ما قال الأستاذ عباس العقاد فريضة على كل مسلم النهاردة للأسف بعض الناس بيصور أن الدين وأهل الدين هم الناس اللي ما بتفكرش الناس اللي عندهم إجابات جهزة ومحفوظة ولما تسألوا عن سبب أي حاجة أيما كانت تسمع حد يقولك هي كده من غير تفكير